أبا أبدأ أنا بمقابلة عمل تريع حسنا حسنا اسمك الثلاثي محمد أحمد قمال الدين عمرك 29 سنة تخصصك الجامعي هندس مهنتك الحالية سيئو فاوندراي سكول كم تبلغ ثروتك ماضي ندي ايز اوه كم ندي ايز في يوم هذا ما هو بالأصفار بعد لا الكاكا تنزو في مليونزو الحمد لله خبرني قصاتك مع الهندسة هندسة حاجة جميلة يعني انا بحب الهندسة من وانا صغير كم صغير يعني؟ من وانا عندي 12 سنة ولا حاجة من سنة صغير قوي بحب دايما البروجرامنج بحب الفك والتركيب بحب الرسم فهندسة يعني حاجة كده في الجينات في الدم كيف عرفت انك تحب؟ الهندسة يعني؟ والله يعني هو والدي كان مهندس فانا اطالع شايف موضوع الهندسة ده قدامها على طول وفي نفس الوقت انا كنت بحب الجيمز جدا بتحب الالعاب جدا فبلعب كتير سواء كان ألعاب أولاين أو ألعاب أوفلاين وكذا على الكمبيوتر وكنت مهووز بالكمبيوتر ذات نفسه ان انا استخدم الكمبيوتر وابتدي اعمل حاجات عليه مختلفة غير الالعاب بس بتحاولي بص اللعبة من وره اشيك تعمل ازاي؟ الشكل بتاع التصميم بتاع اللعبة ممكن اعدل فيه ازاي؟ فبتدي تتعلم ازاي تعرف تتعدل على الفايلز بتاع الالعاب واحدة واحدة بتاعتها اغير في الالعاب وجدتها كيف جدا تتعلم؟ كل حاجة موجودة أولاين يعني هتسرش هتلاقي هتتعب شوية بس هتلاقي فزمان كان فيه المصدر بتاع المعلومات كان قبل بقى اليوتيوب والحاجات دي كلها المصدر بتاع المعلومات كان المنتدايات حاجة اسمها المنتدى فالمنتدايات كان فيه جزء منها بالعربي وكان فيه جزء منها بالانجليزي فالمنتدايات الانجليزية كان بيبقى عليها محتوى رهيب يعني تقدر من خلاله تتعلم حاجات كتير قوي ومنها كمان متعلمتش بس اشتغلت كمان من خلال المنتديات كيف اشتغلت من خلال المنتديات ان تسوي بعد ما تعلمت الحاجات دي بدأت اخش واحدة واحدة ان انا ازاي اتعلم ويب ديفولوبمنت بسيط ازاي اعمل حاجة اسمها قوالب المنتديات والموضوع ده كان هو التوبك في الفترة دي يعني ازاي تعمل قوالب معينة بتصميمات معينة باشكال معينة فكان بتطلب شبه مواقع الفريلانسينج دلوقتي العمل الحر بتطلب في المنتديات ناس عايزة قوالب باشكال معينة بتصميم معينة بقدرات معينة فكتبها بدي اقدم للناس القوالب دي ويديني مثلا على القوالب خمسين دولار مئة دولار وهكذا بيتشتغل اونلاين بسبب الموضوع دي القوالب يعني تقصد الفرونت اند ما للموقع القوالب لو هي تيمبلت تيمبلت جاهز تيمبلت جاهز اعرف ابني بيها منتدى على طول كم كان عمرك 12 سنة 12 سنة كيف كان يحولولك الفلوس كانت قصة قصة طويلة كيف كان يحولولك كانش فيه طرق دفع خالص في الفترة دي فكان ابتدى يظهر طرق دفع كده كان فيه حاجة اسمها ده العرفة السطير القديمة يعني كان فيه حاجة اسمها دي حاجة قبل بي بال كده وكان فيه مواقع تانية اخرى مشابهة فبتقيت واحدة واحدة انا مش عارف الناسين صغير مش عارفة بيتخش اتواصل مع العرب والمصريين اللي موجودين على المتدادة العربية اللي بيشتغلوا اونلاين وكذا وتعرف عليهم وصاحبهم لغاية ما هم يبقوا هم زي الولد بتاعتي هم يستقبلوا الفلوس وبعد كده يحولولي الفلوس بتاعتي في مصر بالبريد المصري راح يستقبلها في مكتب البريد بس كانوا ثقة يعني سبحان الله محدش فيهم نحك عليك يعني الكلينت كان يعرفه انه هو يتعامل مع شخص عما 12 سنة لا ابدا هو شايف اكاونت لطيف جميل عليه اشكال حلوة بيشتغل وعنده بروفايل حلو وخلاص يعني ما يعرفشه مين اصلا ده ولا ساكم فيهنه ولا سنه قديه ولا اي حاجة واهلك كان يعرفون ان انت يقصي صفقات على الانترنت ما كانوش يعرفه ما كانوش يعرفه في الاول خالص قعدت تقريبا فترة صيف كاملة ثلاث شهور ما يعرفوش أنا بعمل هنا واجود اونلاين عارفين انا بلعب يعني بيصهر على الكمبيوتر بلعب لغاية ما لقوني رحت البريد ورجعت ورجعت معي فلوس فاستغربوا وسألوا وبعد كده اتطمنوا وقالوا تمام بس اخد بالك بس عشان يعني يتبقى كل حاجة امان يعني اونلاين وشجعوني بالعكس كانوشطيني اول مبلغ كم كان اول مبلغ كسبته كان 50 دولار اول مبلغ سحبته كان جمعته على بعض جده كان 600 دولار اول 12 سنة اه الحمد لله احنا عندي فضل شو سويت فالمبلغ وجدتها والله يعني جبت حاجات هدايا لأهلي والوالدتي بالأخص صدق الله الحمد لله ما في شيء على لعاب لا 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 ما كانش في دماغي خالص الحمد لله يعني انا كيكا قاعد بلعب ونوقتها بقى يعني ما بقيتش اضع وقت في اللعبة اكتر قد ما اضع وقت في ان انا عايز اتعلم حاجات اكتر الفرص اللي يتفن فيه بروجيكت اغلى يعني حد عايز يعمل حاجة ودي 400 دولار ليه عشان فيها وكذا 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 فنحتاج اتعلم السكيلز دي وكذا كيف كنت اتسعر ما بشوف الماركت ذات نفسه يعني انا كنت بخش على المنتدى بشوف الرجل ده حط الوظيفة دي او حط الطلب ده وهو قريدي مسعارها هو حطت عايز حد وعايز بإكس وحد تاني رود بواي فانا بقى خش في واصل فنص انا قدر اعملها بكذا فبشوف السوق ذات نفسه بيقول كام انا معرفش هل انت صدق انت مستوعب شوية ساوي ولا كانت يعني والله بالنسبة لي كانت تقولها زي اللعب يعني انا كاني لعبت لعبة وتعلمت ازاي اعملها فخلاص يعني موضوع بالنسبة لي لطيف ونزلت برنامج الفوتوشوب القديم خالص وابتدي اعدل في الصور وعدل في التصاميم وعدل في الفايلات والتقالب بتاعت المنتدى وارفعها له يقول لي لا مش حلوة غير حاجة معينة غيرها له فحاس ان انا يعني بعمل مشروعة بعمل لعبة فموضوع كان لطيف وانزل شو الخطوة اللي بعدها الفاتحة اخطر بعضها زي ما بتقول لك بيتركز اكتر ان انا اتعلم مهارات تأوي الموضوع ده اكتر يعني لقيت ان في طلبات كتير واحدة واحدة عدت سنة سنتين الطلبات اختلفت ما بقيتش الناس عايزة المنتدىات بقت عايزة مواقع فمحتاج اتعلم HTML محتاج اتعلم CSS محتاج اتعلم حاجة بسيطة خالص في الجواسكريبت واحدة واحدة الناس ببقيتش عايزة مواقع في ناس كتير عايزة بقت تعمل تعديلات فيديوهات فهتعلم بقى حاجة اليوتيوب ظهر وشغل اليوتيوب ظهر فمحتاج اتعلم فيديو ادتينج هتعلم فيديو ادتينج واعمل فيديو ادتينج لناس كرياتورز في امريكا وكرياتورز في الهند واحدة واحدة على المنتدات برضو ما كانتش لسه فيه الفريلانسنج بلادفورم لحد ما لقيت المنتدات تختفي وبقى فيه بقى مواقع زي فريلانسر ديت كوم وغيرها طب اعمل بقى بروفايل ازاي عليه واكمل في القصة دي يعني هم بنغضع امية بنمية للتسلسل ولكن اغطي الشيء الاساسي اللي هو آي سكول بالظبط اذا بتشرح لواحد ما يعفش عني آي سكول كيف بتشرح المنتدرسة بشكل بسيط جدا آي سكول هي منصة تعليم برمجة للاطفال بتستهدف الاطفال من سن 6 18 سنة عشان تعلمهم وتأسسهم في مجالات ترين تكنولوجيز زي الاتفاشل انتليجن الماشين ليرنينج الديتا ساينز الويب ديفالبمنت الجيم ديفالبمنت وغيرها من خلال تدريبات بتبقى اونلاين لايف تفاعلية مع مدرب برمجة محترف بيحضر معك مرة في الاسبوع ويعلمك على مدى طويل لحد 6 سنين في وائد لغات للبرمجة وانواع شو مركزين على شو بنوعا على شو اخترتوا هاللغات هاي دي الفكرة احنا مش مركزين على اللغات على قد ما احنا مركزين على المهارات اللغات كتير لكن مهارات البرمجة ذات نفسها هي الاساس انا محتاج عشان اتعلم برمجة محتاج افهم يعني ايه problem solving حل المشكلات ازاي افهم يعني logical thinking التفكير المنطقي فالحاجات دي كلها احنا بنعلمها في الرحلة بتاعة للطلاب من خلال موديولز او سيمسترز او فصول دراسية الفصول الدراسية دي كل فصل دراسي هدفه انه يعلم الطالب مبادئ معينة في البرمجة باستخدام مجال معين حتى المجال مش ثابت عشان الطالب ما يزقش انا في زمن كل حاجة بسرعة كيف اي مجال يا عبد الطالب كل ثلاث شهور او كل ستة شهور على حسب مرحلة عمرية بيغير المجال كله يعني مثلا هيتعلم مبادئ برمجة معينة باستخدام game development فهو هيبتدي يعمل ألعاب فترة ثلاث شهور او ستة شهور بعد كهاته الطالب بيزق سينز غير بيزق بسرعة فهيبتدي نغيره هيبتدي يتعلم يعمل app development يعمل mobile application مش لعبة واحدة واحدة هيبتدي يتعلم يعمل web development يبتدي يتعلم web sites واحدة واحدة هيبتدي يتعلم AI ويعمل chatbots واحدة واحدة هيبتدي يتعلم يعمل 3D games باستخدام game engines حاجة زي unity مثلا واحدة واحدة هيبتدي يتعلم data science باستخدام python فهو يحس ان هو بياخد من كل بستان وردة وبيتأسس كده في مجالات الsoftware كلها عشان يبقى عنده background قويه يقدر بعد كده يختار تخصصه بقى ويكمل في حاجة معينة بس بقى عنده اساس قوي عرف ابن علي يعني هو coding coding برمجة اساسية يعمل ناس NXT اشياء tablet مش حاجات مش حاجات اللي هي plug and play وكده لأ معظمها بتبقى تسلسل الطالب بيبتدي يتعلم من خلاله اساسيات البرمجة عشان اعلم طالب عنده 6 سنين او 8 سنين برمجة محتاجة مشيه في تسلسل معين بيمشي في الاول على حاجة اسمها block based programming اللي هو بيجمع بلوكات يفهم الالوان بيفهم اللوجيك بتاعها واحدة واحدة بيبتدي يتعلم حاجة اسمها text programming اللي هو بيشوف بقى ما وراء البلوك ده ايه الكلام المكتوب اللي بيخلي الكود ده يشتغل واحدة واحدة بيبتدي يستخدم professional language زي بايسون مثلا فبتمشي في التدرج ده كله عشان ما يبقاش موضوع تقيل من اولها انت لو جبت طالب عنده 8 سنين او 6 سنين هو عشان يكتب كود هتلاقيه طالع على الكيبورد كده وبيدوس حرف حرف بسبعة واحد ومش عارف اصلا مسكة الكيبورد ازاي فانت ازاي واحدة واحدة هاي تخليه يكتب كودو يبقى سريع كده فتاخدوا واحدة واحدة وزي انت من هندسة بيزنز باوردت اعمال لبيزنز باوردت اعمال شو النقلة اللي ودتك هنا والله بيحس دايما يعني دماغ المهندسين كده عنصريين شوية دماغ المهندسين بيحبوا يخشوا في كل حاجة يعني بيحبوا يفهموا كل حاجة يتعلموا كل حاجة بيحس انهم بيعرفوا يعملوا اي حاجة لو دخلوا فيها ودي كانت يعني فترة فلقيت موضوع البزنس موضوع الماركتنج مهم جدا يعني انت عشان تبني بزنس صح لو انت مش فاهم قوي بزنس مش فاهم قوي ماركتنج هتلاقي الموضوع صعب مهما كنت شطر قوي مثلا في التك فقيت اهتم ان انا اتعلم الحاجات دي شوية لقيت ان انا عندي شغف فيها اكتر حتة الماركتنج البزنس بيت اشوف ان في منح بتقدم في برامج مختلفة لريات الاعمال وادارة المشروعات والبزنس فقدمت على منحة كانت في جامعة انديانا كاليسكولت بزنس في امريكا ان انا ادرس ادارة اعمال وادرس انتركنيرشيب وانتركنيرشيب 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 فالموضوع كان life changing بالنسبة لي فارق معا جدا لقيت ان الفرص اكبر بكتير من احنا نتخيلها فكرة ان ان انت تبدأ شركة وتجيب فاند وان ان انت تكبر بزنس وان ان انت تعمل بزنس موديل مش موجود كل ده متاح يعني مش لازم تشتغل في شركة على طول لأ ممكن تبني انت شركة خاصة بيك فحاسية الموضوع ده في تحدي اكتر فكان بالنسبة لي يعني interesting اكتر وزليش البرمجة مجالي انا بحب البرمجة وشايف ان مستقبل كله في البرمجة وزي ما قلت لك قبل كيه كنا نحن احنا مثلا بنشارك في مسابقات روبوتكس كتير الحمد لله وبنكسب مسابقات في البروغرامينج في ايام الجامعة وسافرت كتير سافرت امريكا سافرت الصين سافرت ماليزيا سافرت اليابان وفي اليابان اتصدمت لقيت طلاب عندها 8 سنين وعندها 10 سنين بتشارك في مسابقات زينا زيوه احنا 24 سنة و22 سنة وفي ناس 30 وفي ناس 35 هم بيشاركوا وبيكسبوا طب ليه بتأسسوا من سنة صغيرة هو عمره 8 سنين 8 سنين السنة صغيرة كم يعني في يعني بيكسب حد عنده 30 سنة وخمسة 20 سنة ازاي فده تأسس على البرمجة ازاي تأسس من سنة صغيرة ازاي جيت بقى بص على الشرق الاوسط انا هو مهندس عندي 22 سنة 23 سنة ايام الجامعة لسه بتعلم الحاجات دي في الجامعة دلوقتي طب ليه ما فيش طلب بتتأسس انا عايز اعمل جيل جديد بتتأسس من سنة 6 سنين و8 سنين على البرمجة من سنة صغيرة هل في حد بيعمل ده طب ما فيش طب هل حد بيعملوا بالعربي هل حد بيعملوا انه يترجد فئة كبيرة طب تعال نعمل بحس بقى كده عن الموضوع هتلاقي ان عندك 100 مليون طالب 100 مليون طالب من 6 إلى 18 سنة في الشرق الاوسط ما بيتعلمش برمجة بيتعلمش تكنولوجيا من سنة صغيرة متوسط سن مبرمج في الشرق الاوسط 24 سنة متوسط سن مبرمج في امريكا 16 سنة فانت عندك فرصة رهيبة ان انت تقفل الجابة الكبيرة دي عن طريق ان انت تعلم الطلاب من سنة صغيرة فشايف ان كان فيه فرصة لازم نعملها ان هي اي سكول اي سكول سويتها مع شركاء مزبوط كيف من شركاء وليه ان بديت البزنس والله احنا كنا مع بعض على طول في الجامعة بنشارك في المسابقات مع بعض ومع بعض على طول في الرحلة بتاعتنا فلما جمعنا وكلمنا في الفكرة كل الناس كانت متحمسة يلا بينا يلا نبدأ شايفين الفيجن شوفنا الناس اللي في اليابان قريدي وشوفنا الفروقات اللي موجودة فبوتسترابين كده اللي هو من غير تمويل ومن غير فند ولسه من عرفش الحاجة دي كلها بدينا الشركة واحدة واحدة وبدأنا التدريبات بتاعتنا كانت على الارض ده كان تحدي انت لسه ما فيش منصة لسه مش عارف تعليم الكتروني يعني ايه فابسط حاجة هتفكر فيها تعالى نفتح مقر زي اكاديمية وزي مكان وندرب فيه الطلاب وهو اسمه i-school وهنعلم فيه طلاب برمجة وبدأنا الحمد لله الصيد كان رهيب اولاء الامور مبسوطين جدا التفاعل رهيب الطلاب بتستفيد عندنا الحمد لله نمازج نجحة سريعة حققت حاجات كويسة جدا في وقت وليل الفرع بقى اتنين الفرع الثاني تلات اضعاف الفرع الاولاني حاج عندنا waiting list رهيبة مش عارفين نكفي عدد الطلاب ابتدنا نعمل زحمة في المنطقة وقت الخروج والدخول بقى هنا نقفل الشارع العربيات بديجي تركن بقى هنا مدرسة يعني بندخل طلاب وخرج طلاب على طول بشكل كبير جدا وضغط كبير انك عايز تتوسع ومش عارف الموضوع بقى ابتدا يبقى عايزين نكبر الموضوع نوصل لطلاب اكتر الناس عايزنا تبقى نبقى كنا في القاهرة يعني الناس عايزنا بقى في اكتوبر وناس عايزنا في محافظات تانية وناس عايزنا في اماكن تانية طب هتوصل لكل الناس ازاي بالتوسع البطيء بتاع الوفلاين اللي تتجاهي اسفرع وتوسعه وتشتغل عليه وتجهز ناس فيه فوقتها ديها كان 2019 كان فيه التوجه بتاع ان احنا عايزين نعمل حاجة اولاين بس كان تحدي ما فيش حد بيعمل حاجة اولاين وما فيش حد شايف ان التعليم الاولاين ده اصلا نافع يعني حتى وقت ما كانش فيه زوم كان فيه سكايب فعملنا موديل بسيط على سكايب وبقينا نقدمه ببلاش لأولي الأمور كحصة تكملية للوفلاين يعني احضر اوفلاين ما فيش مشكلة واحنا نديك اولاين ببلاش وقولنا رأيك فيه الناس بتبسط بس تقولك لا انا كده كده عايز اجي الفرع وعايز اتدرب لحد ما جات الكورونا الكورونا جات دمرت بيزنسز وصلت ناس للسفر وحايت بيزنسز تانية بنكمل هالنقطة بس انا ابا ارجع لصحابك حل كانوا ياك في الجامعة معاني في الجامعة وهم اللي داشوا ياك دبلي ار او وكل المسابقات هذه فيه مقولة تقول لا تصاحب شركائك ولا تشارك صحابك عشان محدش يزعل والله يعني هي مقولة صح بس سبحان الله لا لا الحمد لله سبحان الله يعني هي بتبقى برضو حسب الشخصيات وحسب التوجه وحسب الرؤية اللي انت شايفها فهي الموضوع يعني ما فيش قاعدة سابتة يعني هي اه ممكن تكون قاعدة منتشرة ان انت مثلا ما تشاركش قريبك ما تشاركش صحابك وكذا بس سبحان الله كانت نكحة معانيا يوم يلاستوا يا بعض يعني هل فهمتهم ان خلاص شغل شغل مو بشغل شغل وكل واحد شده ورا هو ده من زمان ان الثقافة بتاعتنا كانت كفريق بنشارك بمسابقات كانت ثقافة يعني احترافية شوية نحنا بنشتغل في تيم بنشتغل بالسيستم لنا ارقام عايزين نوصل عايزين نحقق عايزين نكسب فتحس ان الموضوع ما اختلفش يعني اللي كان مسؤول عن ماليات الفريق هو لسه مسؤول عن ماليات الفريق المسؤول عن شكل الفريق وتوجهاته هو يعني فاهم فتحس ان احنا عملنا نفس الحاجة بس على شكل شركة كنا عملنا على شكل فريق طلابي لا اتقلب لشكل شركة وابتدى بقى يعني مور ماتيور يعني ناضج اكتر وقلت لي ان بداية اوه شي بفزيكل صح؟ اه عالارض كم كان عاصل مالي؟ بداية بتاعتنا كانت يعني حوالي في 2018 حوالي 80 الف جنيه اللي هو ما يساوي وقتها حوالي 5000 دولار اي 5000 دولار اه يكفي تفتح مدرسها ب5000 دولار والله يعني فرع صغير كده بسيط عجب الفرعين هم فرعين صاروا صح؟ في الاول كان فرع بعكبها فرعين او فرع الثاني ثلاث اضعاف فرع الأولين ثلاث اضعاف حجما اه حجما كبير كم عجيتوا عليه؟ الفرع الثاني لأ كان ثلاث دوار يعني بتتكلم كان بيستقبل وصلنا فيه كباستي حوالي 3000 طالب ما شالله وها كله من ارباح الفرع الصغير اه الحمد لله صدق الله اه والله الحمد لله عجب الفرعين هاي ده شو كانت الخطوة الثانية؟ الخطوة كانت ان احنا عايزين نروح اولاين بس صعب مش عارفين يعني كان فيه بقى خطوة ان يروح اولاين يفتح فرع ثلاث في اكتوبر بس ده ما كنتش رايح له خالص ليش؟ شايف ان انت في الاخر هتروح اكتوبر عايز تفتح فرع الرابع وعلي كي هتروح خامس بس نموذج ناجح انت جارتها ودخل بس انا شايف ان القدرة على النمو السريعة محتاجة حاجة ديجيتال وانت بتعلم حاجة ديجيتال فليه بتعلمها على الارض؟ يعني اه احنا خلاص اتأكدنا ان المنتج ناجح اتأكدنا ان السوق عايزه اتأكدنا ان لو اوليه الامر بقى شايف الفاليو شايف القيمة وبقى فيه ثقة في براند اي سكول طب تعال نعمله اولاين فبقى اوح مع اوليه الامر نمو ان نعمله اولاين لغاية مجالة الكورونا بقى اي اوحيت غير ما نعمل حاجة لا انت ولا انا اه هي هي دمرت زيان بقولك شركات حتى احنا احنا وصلنا للسفر انا كنت شغال وعندي بالتلات تلاف وعندي 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 سفر شو اللي من الصفة؟ كورونا بتوصل الشركات للسفر فاحنا كنا سفر دخل سفر طلاب محدش بيفكر في الوقت ده بقى اتعلم برمجة كله بيفكر ان انا عايز اكل عايز اشرب عايز اجيب كيامات عايز احمي ولادي عايز اجيب دواء لكن افكر في برمجة وحاجات دي بقت يعني رفاهية فبقنا صفر كل حاجة وشهر ثلاثة عشرين عشرين صفر شهر اربعة صفر خمسة صفر احنا في الفترة دي بنعمل ايه بقى؟ احنا كلنا مع بعض كفريق كلنا قريبين من بعض كلنا شفافين جدا في الارقام في التفاصيل كم فريق لك اول شي كان عددا في الفترة دي احنا كنا حوالي اربعة وعشرين فرد شو سويت فيهم؟ اتكلمنا بصراحة جدا العالم كله كان بيقفل والعالم كله كان بيفلس والعالم كله كان بيرفد الموظفين احنا الحمد لله ما رفدناش اي حد وبقينا نجمع اي فلوس موجود عشان الناس تقبض لكن احنا مثلا كمؤسسين كفريق كبير مش هنقبض دوقتي خالص هنقبض بقى لما ربنا يفرجها يعني والناس الحمد لله كانت يعني شايفة الجدية والموقف كان خلق كده جمودي وتحدي ان احنا لا هنثبت وهنعرف نكمل ان شاء الله ومعنا الالاين ونحاول فيه فكانت فترة صعبة جدا لحد ما جيه شهر ستة الدنيا مفرجت شوية ليه؟ لان خلاص الكورونا بتاعت ناس تتعاود خلاص عرفنا اللي حصل ارقام زادت قلت الناس اتعبت خلاص تمام الموضوع بقى اشبه بدورو البرد ونتعودنا عليه وما فيش مشكلة واولاء الامور محبوسين في البيت مع الولاد فالولاد يعني واكلين دماغهم عاملين زحمة فتعالوا نجرب اي سكول اونلاين مش مشكلة ما هوما كانوا مبسوطين اوفلاين نجرب اونلاين ده الموضوع احلى ده الموضوع اسهل فبديت انت بالطلابك لأوردي كاليميلك في زيك كيف وسط لهم؟ معانا ارقامهم وبياناتهم وكل حاجة موضوع جميل مبسوطين ده بدل ما كنت بغبط المشوار واروح واجي عشان اودي الولد بدل ما كنت بستنى بعد النادي والتعب وهو يرجع تعبانه من مشوار لمشوار لمشوار ابقى الان عليه وهو هناك كل ما كل شي وكل ما قاعد في البيت مستريح معزز مكرم بيتعلم اونلاين مع مدرب برمجة محترف لايف معاه واحد لواحد كمان مش بقى مجموعات واحد لواحد مركز معاك انت فانا ما اديك خاصة بيك انت كنت تدفعون لان احس بعدها يعني حتى في هايس الفترة يعتبر الاكجر ان اعلم مولدي حينها خالص والله يعني بالنسبة الاسعار احنا بقى تاكرة مركزين على السوق المصري اسعار كانت زيها زي لما كنت هتاخد في اي كورس برة في اي حتة يعني السعر مش غريب يعني فبقى انا عليه برضو ما كانش فيه تحدي على الولي امر ان احنا نرجع فرجعنا ورجعنا بشكل اقوى وبعدد اكبر فبقى اينا بقى كيرف طلع تاني ستة سبعة تمانية بيك الصيف ده كله والحمد لله خلى اي سكول بقى تريندينج والناس كلها بقى تكتب على سوشل ميديا لو انت وعدين زهانين خلوا ولادكو يخشوا اي سكول اولاين او لا امور من نفسهم فالحمد لله هي السمعة الطيبة والورد في ماوس والفالي واللي احنا بنحاول نوصل الى اولا امور هي دي اللي بتخلي الموضوع يكبر ومن ساعتها بقى الحمد لله موضوع انتاشر اولاين اكتر وبقى القدرة على النمو السريعة اللي احنا ما كناش عارفين حقاها في الاوفلاين وبقى لقى الارقام تقدر تكبر بكتير جدا في الاولاين ووقتها احنا ما كناش بنفكر في السمار المستثمرين بدأ هم يكلمونا بقى فبقى ان احنا بنى شركة موجودة في مجال التعليم ظهرت من بعد الكورونا والفترة دي كانت مجال التعليم الاولاين هوت جدا في الاستثمار عايزين نستثمار في تعليم الاولاين اللي شافوا الاكسبانشن الكبير التوسع كي بتاع زوم والحاجات الكبيرة اللي عملت اولاين ليرنينج او اولاين بلاتفورمز فقالك في فورصة في اي سكول تعال نستثمار فيه انتو اي سكول يوم حولتوا اولاين موقع إلكتروني او لا اه موقع إلكتروني منصة إلكترونية بتخش من خلالها بتلاقي تدربة بتاعتك وبتقابل المحاضرين وتتعلم معاهم والكل هناك بزبط مو بزوم مثلا انت بتستخدم زوم بس انت بتخش على الموقع نفسه عشان تأكسس الكلام ده اه اوكي شو صعوبة الاستثمار في هالمجال او الشغل فيه مجال التعليم والله المجال صعب جدا مش سهل على عكس المجالك كتير مجال عايز تكون يعني عندك رؤية معينة حاجات كتير قوي ما كناش هدفنا فيها انك ربح لا انا جرب ببلاش اتأكد لازم مجال عايز ثقة عايز ترست عايز تبني ثقة العميل فما ينفعش تبقى دايما شروطك مادية لو مثلا انت ما انبسطتش طب خلاص انت خدت الكورسي ملكش فلوس لا انبسطتش عايز فلوسة قد فلوسة مش مشكلة خلص ليه لازم تبني ثقة مع وليه الأمر لان السقة دي هتخليه يرشحك لابن خلته ولابن اخته ولصحابه فانك تبني ثقة دي ما بتجيش في يوم وليلة فعشان كده على عكس البيزنس كتير انت ممكن تبيدي ويبيع على طول لكن التاني انت بتحتاج ترست انت الراجل بيستأمنك على دماغ ومستقبل ابنه او بنته فازاي تبقى انت عندك ثقة اللي هو يقدر فعلا يستأملك عليها فدي بتبقى حاجة ما بتجيش باقول لك شي وقت وليل حين انا وقت كورونا انا كنت في الجامعة لسه صغير لا تشوف الشعر لا باين كنت في الجامعة فجربت الهايبرد وجربت الفل اونلاين وجربت الفيزيكال حل انا بالنسبة لليل اونلاين ولا كنت افهم شي طبعا يعني انا ديش احضر هو يكلمني انا كلمة احضر الكلاس بس الملهيات وايد كم واحد في كلاس عشرين هاي دي فكرة كيف انت واحد وانتوا ايه دي فكرة اي حد بيفكر في اونلاين ويقول لك اونلاين ده وحش ما فيش تعليم عشان المدارس وقتها والجامعات زي ما انت قلت كده اتخضط احنا مبارح كلنا بنتعلم في الاماكن في المدارس في الجامعات النهاردة بنتعلم اونلاين كلنا هل حد عنده علم ازاي تدرس اونلاين هل حد عنده نظام ازاي تدرس اونلاين لا هو فجأة بقى اونلاين فالموضوع كان عشوائي جدا وكارسي في العالم كله فاللي هو كان بيعملوا ايه يلا نخش كل الطلاب في حصة واحدة وكلنا نخش عشرين تلاتين طالب كله بيقفل الكاميرا كله بيقفل الماي كله بينزل يروح يعمل مشوار والغش تيه بيروح يأكل واللي ينام اصلا لكن لما تبقى واحد بس مع واحد بس والاتنين مركزين وفي نظام وفي طريقة معاناة في التدريس وفي تفاعل وفي تلعيب وفي تركيز مختلف وفتح الكاميرا وبنشتغل المعبور كل الفلاسات one to one one to one one to one فانت واخد experience تركيز مش طويل لو انت مش مركز معي مين هيركز يعني ما هي حصة انا وانت بس فلازم تركز فالنتيجة الحمد لله تبقى قوية جدا وبقولك اعلى كمان من نتيجة الوفلايف كيف تختبرونهم او تتأكدون ان يعني هو حلو احنا عندنا بقى طرق تقييم كتيرة جدا اول حاجة احنا عندنا فيه تقييم بعد كل حصة من الطالب ومن المدرب الطالب بيقيم المدرب بناء على نجوم عن بتاعت الحصة فاحنا بديمعرفين تقييم المدرب من الطالب ذات نفسه وعندنا فيه تقييم المدرب للطالب بناء على بتاعت الحصة التنفسها الحصة دي كانت بتتكلم عن كانت بتتكلم عن كانت بتتكلم عن مثلا حاجة معينة في البيتون فيبتدي يحط هو ريتنج على الحاجات دي خاصة بالحصة كانت مثلا التفاعل بتاعه كمان متفاعل ولاقة في الحصة احنا كل ثلاث شهور الطالب بيسلم مشروع البروجيكت. البروجيكت ده بيحصل عليه تدقيق. ونتأكد ان هو بروجيكت قوي. عشان الطالب يتخرج وياخد الشهادة. ويروح على الترميل اللي بعده. غير كده بقى الحصص دي كلها بتبقى مباشرة. بس بيتم تسجيلها للجودة. احنا عندنا فيه فريق بقى جودة. بيبتدي يراجع الحصص دي نفسها. ويشوف الطالب كم مركز فيها. يشوف مدرب كم مركز فيها. عشان نضمن في الاخر ان فيها عملية تعملية قوية. مدربين كيف تختارونهم? ده يعني الحمد لله دي برضو حاجة بقى من الحاجات اللي مميزة قوي في في البيزنس موديل بتاع آي سكول. انه بدأ في مصر. يعني انا شفت الامثلة كتير قوي للبيزنس ده حول العالم. بيحتاج شخصية معينة عشان ينجح في الاول. فمصر تقريبا سبب من الاسباب اللي ساعدتنا جدا في الموضوع ده. ان احنا عندنا شباب كتير خريجين كومبيوتر وخريجين هندسة. يقدروا يبقوا مدربين آي سكول. فاحنا بيقدم لنا في آي سكول الحمد لله شهريا اكتر من 8000 مدربة. في منهم من مصر. في منهم من اردن. في منهم من لبنان. في منهم من تركيا. بنقبل منهم اتنين في المئة بس. بنانا على ايه بقى? بنانا على خبرتهم في البرمجة. قدرتهم على الشرح. طريقتهم في التفاعل. قدرتهم على استخدام لغة اخرى في التواصل. احنا بنواصل بندرب بالعربي وندرب بالانجليزي. فقدرتهم على استخدام الانجليزي. قدرتهم على استخدام ادوات آي سكول. احنا عندنا بقى كمان مناهج آي سكول. منها خاص بينا. هو بيشرحش اي حاجة. بيشرح المنهج بتاعنا. فلازم يذاكر المنهج بتاعي. ولازم يمتحن المنهج بتاعي. ويبقى سرتفايت في المنهج بتاعي. فاحنا عندنا بروسس كده معينة. بتاخد وقت شوية. بس بتجاهز مدربين. والحمد لله مجاهزين فيها اكتر من الفين ومئة مدربين. في انتقالك للالاين. الربح هاني كم والربح في الفيزيك الكم. والله هي مش مسألة ربح. هي تعتبر هي هي. بس الفكرة في مسألة التوسع. هنا كنت ممكن اتوسع في قديه. وهنا قدر اتوسع في قديه. فاحنا مثلا كنا لسا نطلعين تقرير لله 1 بتاع آي سكول 24. الحمد لله كنا بنحتفل بي. يعني احنا عملنا اوفر اتشيفينج لله 1. الرقم اللي احنا حقناه في النص الاولاني من عشرين عشرين. هو سبعمية وخمسين ضعف الرقم اللي حققناه خلال السنين اللي فاتت كلها. فده بسبب ايه? بسبب القدرة على النمو. انا كنت عشان استقبل. هاتلي مثلا اكبر مدرسة في في المناطق هنا العربية وبتستقبل كم طالب. تلات تلاف طالب. خمس تلاف طالب. عشر تلاف طالب. خمستاشر الف طالب. دي مدرسة عملاقة. عشان تستقبل الاعداد دي. طيب انا مبيتش مشروط بمحجمني ان انا لما توسع محتاج ابني او محتاج اقجر او محتاج اجيب. موديل. بنشتغل فيه مع مدارس. مؤسسات تعليمية ومدارس. بنشتغل فيه groups. بس من خمستاشر لعشرين طالب. بطريقة معينة بعد ما احنا تعلمنا ازاي بنعرف نعمل تفاعل مع الوان توان. عرفنا نخلق تفاعل مع الوان تو ميني. كيف? طريقة مختلفة خالص. انا طالب كنت في غاية الفترة. حلو. اقنعني. حلو. بيبقى في الحصة نفسها بتتأسم للمراحل معينة. فبعندنا في الحصة حاجة اسمها ليرن. حاجة اسمها ميك. حاجة اسمها شير. فالطالب هو داخل عارف ان في مراحل معينة لازم اعمل زي تشيك ان في المراحل دي. مش قاعد طول حصة نهي. فلازم امركز قوي. فالحصة المراحلة الليرن دي المدرب بيشرح فيها الكونسبت الاساسي اللي هنتعلمه. ولكن مثلا احنا عايزين نهارده نعمل لعبة. واللعبة دي هدفها في الاخر ان الشخص ده يوصل للنقطة دي. تمام? فانا شرحت الكونسبت. شرحت ازاي بنعمله. نخش على مرحلة الميك. مرحلة التنفيذ. كل الطلاب الخمستاشر طالب بينفذ وبيعمل الشير سكرين للتنفيذ بتاعه هو بيكتب الكود. ومدرب بيتابع الخمستاشر طالب كلهم ويشوف نفذ ولا. بعد ما خلصنا. تمام? كل واحد فيه ما عمل المشروع فيها على مرحلة الميك. نخش على اخر مرحلة. مرحلة الشير. كل المشاكل اللي وجهته وعملها ازاي? فانت بتضمن في الاخر ان عملية تعليمية خرجت بيكسبرينس وعملت زي تشيك بوينتز لكل مرحلة في العملية. غير كده بقى فيه طبعا تفاصيل كتيرة جدا في في نفسها بتخلي دايما الطلاب انجيشد. الموضوع تلعيبي. الموضوع فيه مسابقات. الموضوع فيه آآ منافسة بين الطلاب. فهو دايما مركز في الحصة في السن الصغير ده. فقدرنا ان احنا نعمل الوان تو ميني مع المدارس. وقدرنا نعمله كمان الحمد لله في الثالث بقى البيتو جي. بزنس تو جوفرمنت. ان احنا بنعمله مع حكومات. نعمله مع مؤسسات كبيرة. بنعمله مع شركات كمان ان احنا بنعمل برامج لتدريب ابناء العملية. فانا ممكن روح للشركة حضراك عندك شركة. الشركة دي فيها كم موظف? فيها متين موظف. يعني متين موظف يعني ممكن تقولي متين طالب. طب من المتين طالب دول. انت عندك آآ دبارتمنت الاتش ار صح? دبارتمنتش ورده هدف انه يعمل ايه? يعلي ليواليتي. يعلي الانتماء للشركة. يعلي ثقة في الشركة. طب انا هعمل لك برنامج يدرب ابناء العاملين. بحيث ابناء العاملين يستفيدوا. يتعلموا برمجة. يتعلموا زكاية اصطناعي. فانا كحد شغال في الشركة دي. الشركة جات علمت ابني بالمجان زكاية اصطناعي. ما احب الشركة جدا. فدي حاجة من الحاجات لقدمها. بنشتعل مع الحكومات دلوقتي عندنا مصر. عندنا السعودية. عندنا امارات. كل واحدة فيهم عندها رؤية رقمية 20-30. فالرؤية الرقمية دي بتقول ان مصر عايزة مليون مبرمج 20-30. السعودية عايزة 2 مليون مبرمج 20-30. الامارات عايزة مليون مبرمج 20-30. مين هيجهز كل المبرمجين دول؟ عايز مبادرات على مستقل الحكومة تبتدي تعلم الطلاب في السن 6-13 سنة على الحاجات دي. طب مين الشركة اللي ممكن تعمل ده؟ فإحنا موجودين كآي سكول فالحمد لله اشتغلنا مع الحكومات وبنزاعدوا في مبارات دي وكلها ما كان بيصير لو كنتوا بعدكم فيزيكل مستحيل مستحيل كنتوا بعدكم في أكتوبر في مصر شغالين الحمد لله على مشروع كبير جدا هزين كم كلفتكم من النقلة؟ 27 محافظة هتوصل لهم إزاي ما سنفقوا في مصر فالحمد لله موجودين في 27 محافظة للآن بس النقلة من الفيزيكل للونلاين كم كلفتكم؟ كلفتنا الزيرو إحنا جبنا الزيرو خالص نزلنا على الأرض كل حاجة إنت عملتها لحد كورونا بقت سفر وبدأت من الأول وكم كلفتك لنا تفتح منصة وموقع والله في الأول إحنا عملناها بموضوع بسيط خالص كأنك بتفيديه ستارتب من الأول تاني الفلوس اللي معانا بالتفاصيل اللي معانا بالتكنولوجي اللي معانا حتى إحنا اللي جهزنا المنصة ويعني كيسة ما كانش فيه حتى تيم كامل للتكنولوجي بعد كده بقى فيه تيم كامل التكنولوجي بيبني ويطور فالموضوع كان برضو إيه نفس البداية ما بارغ بسيطة جدا التيم ها كله وثق ولا فيه ناس جاءت لا ما بارجع من الصفر لا لا كل الحمد لله كان على عايزي أقولك قبل الكورونا الكل كان شايف أن الموضوع الأولاين التيم نفسه شايف أن الموضوع الأولاين ده مش هينفع في ظروف الكورونا بعد الكورونا خلاص لا شايف أن الأولاين ده 100% هينفع فالكورونا كانت زي ما بقولك دمرت للزيرو بس خلاك تبدأ من الأول على النظام جديد وزين في التأسيس بما أنا بديت من الأول شو كان أسهل تأسيسها الالاين أسهل ليش عشان أنت بتبني نظام كله ديجيتل كله مراقب كله بالأرقام كل أكشن وكل حركة فيه تقدر تترجع لها برقم لكن الأوفلاين أنت عندك فيه حاجة فيزيكا عايز تحولها لحسابات ديجيتل فكان لازم فيه بناء أدمين يدخلوا أرقام لكن هنا ما فيش بناء أدمين يدخلوا أرقام سيستم بيجمع أرقامه في مصدي فالموضوع مختلف خالص أنك تبني حاجة أوفلاين بيبقى فيها تحديات كبيرة قوي إنه عندك فيه هو اللي بيدخل الرقم ده الطالب ده حضر الطالب ده ما حضرش الطالب ده جاليك أنت عندك حضور وغياب دلوقتي بيتاخد أولاين عندك متابعة ومراجعة كلها بتحصل أولاين فدايما الأولاين بيبقى سريع في الأولاين نفسه حين أنت تتعامل مع أكثر من دولة ناس مواجهلت طالب آي سكول موجودة في أكثر من 20 دولة دلوقتي هل 20 دولة كيف مرحلة الانتقال من مكان لمكان؟ حلو إحنا تركزنا كآي سكول كشركة كان على الدول اللي في المنطقة كان مصر السعودية الإمارات بحرين قطر من بعد مصر وين رحت؟ من بعد مصر على طول السعودية ديش؟ أسهل ثقافة قريبة جدا من مصر فيها مصريين كتير من غير ما نعمل إحنا ماركتنج لقينا أن سعوديين ومصريين عايشين في السعودية بيشتركوا في آي سكول من غير ما إحنا نوصل له ليه؟ ليهم أهالي ليهم قريب وهكذا بسبب القرب والارتباط القديم جدا من مصر والسعودية وبسبب الثقافة سهلة هم فاهمين المصريين بيتكلموا إزاي ومتعودين أن يبقى فيه مدرسين مصريين بيشرحوا فالموضوع مش غريب فبقنانا عليه انتشرنا في الدول الخليجية بشكل سهل ولقينا بقى أن إحنا بيحصلنا نمو طبيعي من غير ما إحنا نعمل فيه إعلانات لأن أولئة الأمور بتدور على تعليم برمجة لطفال بتلاقي آي سكول فتلاقي أن فيه ولاية أمر من إيرلندا اشترك ولاية أمر من إنجلترا اشترك ولاية أمر من يوكي بدون ما تخططون المنصة احتملت كل ده أنت بتبني منصة معاها يعني أنت بنيت منصة بقى عندك موقع بقى عندك ديشتال أبيرنس قوي جدا فالناس بتسرش بتلاقي آي سكول حد عايز يعلم مولاده برمجة في أمريكا هيلاقي آي سكول حد عايز يعلم مولاده في كندا بيلاقي آي سكول وكمان بقى هنا العرب والمصريين اللي عايشين في الخارج كانت الفرصة بالنسبة لهم أفضل ليه بقى؟ بيضربوا عصرين بحجر واحد ليش؟ بيخليهم يتعلموا في آي سكول برمجة باللغة العربية يعني تواصل لغة العربية اللغة التواصل الإنجليزية عايزة أزود الممارسة وأنه يتكلم إنجليزي أكتر وهكذا فدايما تلاقي عندنا الاختلاف دي كمية كبيرة والناس يتخطرون آه يعني تتكلف في المنطقة هنا نسبة كبيرة جدا بتختار إنجليزي والعكس هناك في النورمال جروث هذا توسع التنقائي خلا نسميه يعني أنت مثل الوقت اللي قلت فيه هال مشروع تصار مكان أبعد ما كنت هتخيل بعد صيف كورونا بالضبط الحمد لله أول ما خرجنا من صيف كورونا ده اللي هيعدى من صيف كورونا ده خلاص أنت تتعرف تبقى أي حاجة أنه أنت وصلت للصفر تهديت خلص بنيت تاني من الأول ربنا كرمك كبرت توسعت ولاقيت أنه بقى فيه مستثمرين بيكلموك من أول مستثمر كلمك؟ كان فيه كذا حتى بس أول حتى إحنا قررنا يعني نمشي مع المشوار لأنه ما شاء الله يعني مؤسسة عريقة مؤسسة نهضة مصر هي من أقوى مؤسسات التعليمية في مصر الأقديمة اللي كانت بتحط مناهج من زمان ولها كتب مشهورة جداً في مجال التعليم عندها دراع استثماري اسمه Adventure مهتم أن يستثمر في الشركات التكنولوجية شركات التكنولوجية التعليم تحديداً فتكلمنا معهم وقرروا أنهم يحطوا معنا أول استثمار كان 160 ألف دولار في 2021 قبل هذا الاستثمار كم كانت قيمة آي سكول؟ والله يعني قيمة وقتها كانت قيمة الشركات السيد ليفلي مش هدر أرقام بس هي في السيد ستيج حوالي سيد ستيج وبعدها استثماره في 160 ألف دولار 160 ألف دولار وبعد في جولة ثانية بس غير معلنة عنها غير معلنة عنها كان الشرك محمد فاروق حط معنا نصف مليون دولار أنه هو كان مؤمن جداً بتعليم البرمجة للأطفال ده في سنة 2022 كنت في البرتغال في مؤتمر مشهور اسمه ويب سامت ومستر محمد فاروق كان هناك وكان مهتم بالشركات التكنولوجية هناك وكان حابب كمانه يقابل المصريين اللي هناك وكان فيه عشاء مشهوري يعني هناك كان عامله عشاء سمك كده في البرتغال جمع فيه مصريين واتكلمنا فيه مع بعض وسبحان الله كان فيه سينرجي بيننا الاتنين قوية إنه هو بدايات بتاعة مصر محمد فاروق كانت في اليابان وتأثر قوي بالثقافة اليابانية والمصانع هناك وفي نفس الوقت أنا برضو كنت متأثر جداً باليابان وأحب اليابان والتعليم اللي هناك والطلاب اللي شفناها اللي كانت بتكسب ويعن ده 8 سنين فكان فيه سينرجي قوية إنه حتة آي سكول وتوسع بتاعنا ده إن شاء الله فيه فرصة كبيرة جداً بنان عليه استثمر معنا نصف مليون دولار قبل بقى برنامج شاركة عنك حاجات كتير كبرنا الفريق طورنا التكنولوجي طورنا المناهج تريد أن نحط الموضوع بنظام أكبر أنت بتبني خبالك منهج 12 سنة ف12 سنة ده من سنة 6 لسنة 18 سنة عايز من 6 أنتم بداياتكم 6 سنين لحتى 18 سنة فأنت عندك 12 سنة منهج أنت بتبني منهج متكامل ومنهج ده مش موجود يعني أنت إزاي تبني منهج ده بستاندرس إزاي منهج ده يبقى قوي إزاي منهج ده يبقى تفاعلي إزاي منهج ده يبقى فيه مشاريع إزاي منهج ده يبقى معتمد الحمد لله حيوضين اعتمادات من استمدت أورج ومن آيادل فأنت إزاي تبني كل ده فده كله عايز عايز مجهود عايز فريق وإزاي أنك تبني بروسس تبني طريقة عملية أنك تدور بها على مدربين برمجة وتأكد أنهما عندهم كفاءة وتعرف تدربهم وفي نفس الوقت يبقوا بقى سرتفايد أو معرفة بنيناها عن طريق الاستثمار والمجهود والوقت والتعب بتاع فريق آي سكول يعني ففريق آي سكول ربنا بركله يعني عمل حاجات في مجالة التعليم وفي الحتت دي يعني تتعامل البرودكتس لوحدها يعني حتت بس أن أنت تختار ناس وتعملهم هايرينج وتجهزهم في فانل لوحدها منفاصلة أنت زي ما بتبني كده شركة أنت بتبني كذا شركة جنب بعض وأنت بتبني شركة تعليمية أنت بتبني شركة توظيف كتكنولوجية شركة بتبني منصات بتعرف تهوست بقى المنهج ده فمجود جبار يعني كم العدد مع الفريق آي سكول حاليا حاليا احنا 300 فرد فول تايم وعندنا 200 200 مدرب سرتفايت شغال معنا اللي هو فريلانسر فريلانسر بالضبط كده مزين بعد في جولة استثمارية كانت الحمد لله دي كانت من الجولات الظريفة دي كانت آخر جولة احنا مجموعة استثمارات اللي حصلنا عليها كلها توتل 6 مليون دولار في جزء منها كان استثمارات وفي جزء منها كان منح برامج الآخر الجولة دي شو تقصد بالمنح جاب المراحة حالو المنح دي يعني فيه مؤسسات بتبقى عايزة تدعم شركات النشقة وتقوي الشركات النشقة في مراحل معاناة مختلفة إنها تديها دعم بناء على كريتيري أو بناء على مواصفات خاصة إن الشركة فعلا تكون قوية الشركة تكنولوجية الشركة عندها قدرة على التوصع فأنت لو عرفت تثبت ده وتقدم على البرامج دي تقدر تاخد منح تمولية هدفة إنها تنمي اقتصاد الدولة دي ناس من الحكومية يعني بتبقى مع جهات حكومية جهات مانيحة مختلفة وهكذا شو ريتيري حاجهم ريتيري حاجهم إنه هما يقدروا ينموا الاقتصاد بتاع الدولة دي ويقدروا يبنوا رواد أعمال وشركات نشقة لإنه ده بيأثر في الآخر كله في الاقتصاد لما عندي شركة كبرت تاخد بعدك أسس مرب الملايين فهما لما مثلا يعني دون دعم مثلا قبل كده في حاجات من الدعم يعني اخدنا خمسين ألف دولار طبما في المقابل احنا بعدها بسنة مثلا في عشرين تاتة وعشرين السسمار ريح نتكلم في ده اللي هو أربعة ونص مليون دولار فأنت اجدخلت للدولة أربعة ونص مليون دولار مقابل أن أنت كنت دعمت شركة في فترة معاناة بخمسين ألف دولار ففهم قصدي فأكيد الموضوع السسمار اللي قدام هتوظف شباب قدي احنا الحمد لله شغال معاناة ألفين ومئة مدرر برمجة فكل ده بيؤثر على اقتصاد الدولة طبعا فبرامج الدعم موجودة موجودة في مصر موجودة في السعودية موجودة في الأمارات وبتساعد الشركة كحكومات يعني دعم حكومات آه وبرامج يعني في حكومية وفي برامج بتبقى معجهات مانح فاندز تانية بنوك مؤسسات كبيرة عايزة تعمل تنمية اجتماعية أو تنمية اقتصادية تعمل ده ودي من الطرق اللي دايما بنصح بها الشباب دور على فرص الدعم اللي بتبقى عبارة عن منح تقدر تاخدها من غير ايكوتي من غير حصة تساعدك وانت في البداية ان دي ممكن تبقى أسهل شوية من شروط الاستثمار المستثمر يبقى صعب قوي بيفصل كل حاجة في الشركة عشان ياخد منك حصة هيدفع فلوس لكن الجهة هي داعمة هي مانحة هي بتساعدك فانت على قد ما تقدر حاول تقدم على الحاجات دي فانت تقول المنح أفضل من استثمارات في مرحلة ومرحلة في مرحلة الأولى هي أفضل طبعا في المرحلة المرحلات المتقدمة لأ انت محتاج مستثمر يديك اكسس مش مجرد فلوس عايز شخص معين يساعدك فدي من الحاجات المهمة برضو مش خبالك احنا تعرض علينا الحمد لله استثمارات كتير احنا بنختار الناس اللي يكون معنا عشان يعني دي بتبقى زي زي الجواز كده دي الرحلة كيف يفضل معك طول عمرك ومكمل معك فلازم تفكيره يبقى زي تفكيرك لازم ميبقاش موضوع فلوس بس لا في تفاصيل كتير قوي لازم يهو مؤمن باللي انت بتعمله وواصخ فيك مش يجي يقول لك تعال مين تعالش مال لا هو ماشي معك وواصخ فيك شو برجع لآخر جولة استثمارية حلو واخر جولة استثمارية كانت اربعة ونص مليون دولار دي الحمد لله حصلنا عليها كانت بقيادة Venture Wave Venture Wave هو Venture Capital يعني شركة راس مال مغامر ترجمة بتاعتها العربي غريبة شوية بتستثمر في الشركات النشأة موجودة في ايرلندا في دوبلن هم مهتمين بالشركات اللي لها بعد اجتماعي وتأثير اجتماعي فالحمد لله احنا احنا في اي سكول بنحققوا بشكل كبير جدا والموضوع دايما في موضوع استثمار اولا كيف وصلتوا لهم في ايرلندا هي دي فكرة يعني احنا كل موضوع ريز الصراحة الناس بتقولك بها انت بتروح وتقدم وتكلم الحمد لله في موضوع استثمار ده كل الفرص سواء كانت Adventures سواء كان مصر محمد فروق سواء كانت Venture Wave كلها يعني ريز 100% بتاع ربنا انا بحاولش هم يو يعني اه يعني انا بحاولش اروح محاولش اقدم محاولش لا هي الحمد لله فرصة بتقابلك كده انا كنت في مؤتمر في الامارات هنا كنت بتكرم من من بنك HBC وانا عاملين جايزة للشركات اللي لها تأثير اجتماعي والحمد لله احنا كنا كسبناها فبناء علي المؤتمر ده كنحضر فيه شركات استثمارية ورجاء الاعمال كبار وهكذا وانا الحمد لله كنت بتكرم فبعد ما خلصت الكلمة وتكرمت هم يعني عندهم فضول يعرفوا ايه هي i-school وبتعمل ايه لان هم هدفهم ستثمار في شركات اللي هي بوعد اجتماعي فوحنا بناخد جايزة لها بوعد اجتماعي يعني الجايزة اصلا للشركات اللي هي بوعد اجتماعي فبناء عليهم كلموني واهتموا قوي بالشركة ودخلنا في مكالمات طويلة وتفاصيل كتير وتطقيق على الشركة ومراجعات وجبوا شركات تطقيق عالمية تدقق وهاكذا وجم زارونا مكتب مصر بنفسهم وكتقوم مرة يزوروا فيها مصر التيم الايرلندي والشيرمن بتاع ال-VC قرر انه دخل ابنه i-school ويجرب التجربة عشان عايز يتأكد ان المنتج ده منتج عالمي مش دفعتوه ولا لا دفعنا طبعا فدخل i-school والولد ببسط جدا وكان بيتعلم في الموديول بتاعه تصميم الالعاب وتعليم البرمجة باستخدام لعبة ماينكرافت وهو اصلا كان مهووز بماينكرافت كناش نعرف فهو اقتنع جدا بالمنتج وشايف ان المنتج يعني موجود في مصر وبيبيع في 20 دولة وانا ابني هو ايرلندي بثقافة ايرلندية مولود في ايرلندا اتعلم من المدربين وعلى اعلى مستوى وفيه تفاعل قوي فكان مبسوط جدا وكان بقى بيقوله اختراحات عايزي بقى نزوج كذا ونعمل كذا معنا من التيم على طول فالحمد لله قفنا الجولة دي في 20-23 وبنان عليه بقى بقى عندنا توجهات اكتر قوي على البيتو سي انا بيبيع او بيبيع لو لا الامور بشكل مباشر ففتحنا بقى الازرع بشكل اكبر في حتة ان انا ابني المنتج المتكامل اللي بيشتغل وانتو ميني فده صعب ازاي تطوره وازاي تجاهزه وازاي تشتغل مع مدارس فالحمد لله من ساعتنا احنا ماضينا مع اكتر من 45 مدرسة ازاي تشتغل مع حكومات فالحمد لله احنا اشتغلنا مع الحكومات وبينها نعمل مغادرات على مستوى الدول فدي كانت محتاجة استثمار محتاج فريق ان انا في اي سكول كنت باعد بالسنين عشان ادرب كم الف وتلات تلاف وخمس تلاف وعشر تلاف فالحمد لله في نص اول من السنة ادربنا اكتر من 57 الف طالب في عشرين 24 في يوم واحد يوم واحد استقبلنا فيه 50 الف طالب في يوم واحد فانك تبع عندك بقى التكنولوجي والتيم والانفرستركشور انك تعرف تستقبل كل عدد الطلاب دي بمشاكلهم بحلولهم بأولا الأمور بالمواعيد وبالك وليه الأمر برضو دايما ليه تفاصيل كتيرة فانك تبقى دايما مدي له كل احتياجات ويبه هو راضي عنك دي حاجة صعبة انك تحقق وزي انا حان بقولك شي جابه الكنف 1 to 1 ايه زي احيانا 1 to many فالرقابة بطبيعة الحال بتقل انا عارف ناس انا جايلا الجابه على المدرسة اللي كنت فيها اه انا عارف ناس يروحون عند شاة جي بي تي مثلا او اي يشرحوا لا انا اباك كود حق هذا البرنامج واباك يسوي 1 2 3 4 دا كلام جميع ويرقد ويقوم يسوي كوبي بيس في البروغرام حلو شغال حلو اه ليش احنا احب صبعي حرف حرف 1 z اللي انت تتكلم فيه ده نسبة عالية جدا من الواعي انه يعرف يكتب البرومت ويعرف يطلب الكود ويعرف ياخد الكود ويعرف يركب الكود جوه البرنامج بتاعه انه يشتغل فده مش حد ده حد شذكي حد شاطر مش حد يعني حد كزول هو بس يعني الكلف ده يعني سفة تانية لكن ده حد شاطر انه عرف يعمل كده طب معادي صناعة الـ software والاكواد دي مش ابتكار يعني دلوقتي ما بيتش ابتكار انت دلوقتي بتعمل كوكين تم وصفة فانت ممكن تخش على قبل بقى شاد جبتي كانت stack overflow الناس كلها بتخش stack overflow ليه منصة موجودة لها اكواد كتير ومبرمجين كتير ويحطوا اكواد كتير بتاخدها ازاي انت تعرف تكاستمايز الحاجة عليك انت طب الفنانين كلهم كلهم بيحصل لهم inspiration من غيره في الرسمة حتى يعني شاف رسمة شاف رسمة شاف رسمة عمل رسمة جديدة من mix من الرسمات ما هي نفس الفكرة فاللي احنا فيه دلوقتي ده دي مهارة اصلا ان انت تبتيت تاخده الكود وتبتيت تعدل فيه وتكتبه دي مهارة فلازم تبقى فاهم اصلا structure code بيمشي ازاي طب ما تظلم من انه هو يشتغل ما انت ممكن تدوس كده يقول لك error bug بتاع وفي الاخر يطلع فيه سومي كوله من نقصة بس وانت تعرفش يعني ان تسومي كوله من نقصة اصلا فهي مش اي حد هيعرف يعمل اي حاجة حتى لو احنا بننقل فيه علم هل تساعدونهم يساوون هالنوع من العلم اكيد اكيد دلوقتي بيدخول الاي اي اي انا ليه خلي الطالب يبني العجلة من الاول فيه اي 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 تولز فيه حاجات بتسابورت فيه حاجة اسمها co-pilot دلوقتي انه بيساعدك ان يكتب معاك الكود ويراجع معاك الكود ويقول لك فيه هنا مشكلة وفيه هنا مشكلة ممكن تحل كذا ممكن تحل كذا وتخترح عليه يقول له ان انا عايز اعمل function بتعمل كذا كذا يساعده بس انه يطلب السؤال ذات نفسه انه يقول عايز اعمل function بتعمل كذا كذا موضوع علم هيكون فهمه عارف ان هنا ناقصني function معين فاننا اخلي الطالب يستخدم الادوات الحديثة ده هيوفر وقت هيوفر مجهود ويخليه ينتج programs اكتر نرجع الجولات الستمارية نحن مغير نشرب منها ونرجع هل قدر من الجولات الستمارية والمبالغ مو وايد حاجة منصة اونلاين بالعكس يعني ليش ما في ارباح تغدها تبني فيها بدأما تدخل مستثمرين ياخدون جطعم الكيكة لا هو الحمد لله في ارباح يعني الحمد لله دي برضو ميزة من ميزة من ميزة البزنس بتاع التعليم او education technology مش بزنس بيحرق فلوس هو بزنس بيعرف يبقى profitable بسرعة ان هو ما عندكش مثلا application توصيل ومحتاج تبقى عندك الاف الموصلين في الاف المناطق وعندك الاف اليوزرز عشان تبليد تكسب لا موضوع ابسط من كده تقدر تكسب من فترة فبنسبة ل profitable business انت من الاول خالص كنت من فلوس فرع فتحت التاني وتلات اضعاف فتعرف تعمل ده لكن فكرة التوسع السرعة طب انا عشان اوصل لنتيجة المية الف طالب مثلا ان شاء الله هنحققها ونحتفل بيها كمان كام شهر يعني قبل نهاية السنة بازن الله عشان اوصل للرقم ده كنت ممكن اوصل له كمان سنتين تلاتة عادي بالبيس الطبيعي بالسرعة الطبيعية من غير تمويل لكن لما انا اخد تمويل اقدر اعمله النهاردة اقدر اعمله السنة دي فاقدر اكبر البزنس اسرع اقدر اوصل لدول اسرع اقدر اخد مشاريع احجام اكبر انا بقولك بالوقت حكومات عايزة تعمل برامج اعداد ملايين مين جاهز فاهم مش مين هيجهز فده ده يعني ميزة التمويل في الشركات ولو بتتكلم على الرقم هو رقم بسيط جدا بنسبة التمويلات تانية في مجال الستارتوب يعني يعني لو بتتكلم على المجال زي فنتك اللي هو المجال التكنولوجيا مالية التمويلات فيه بتبقى بال 15 مليون و20 مليون و25 مليون في مراحل قبل كده كمان وممكن تقوم مراحل بدون دخل يعني لسه مفيش بري ريفينيو او كده لكن احنا بنتكلم في مجال التعليم الرقم ده الحمد لله كويس ولو قارنتها بالبيرز بقى لو قارنتها بالشركات الموازية زينا في الهند مثلا لاني فيه دايما منافسة من الهند على المجال ده معنا يعني الشركات بتاخد تمويلات بال 50 مليون و100 مليون فارقام كبيرة جدا يعني والتقييمات بتاعتها بتبقى مبالغ فيها يعني فالرقم منطقي جدا الحمد لله بالنسبة للينا بنعمله منه في الهند ينافس عاليا عندنا منافس يعني مش لازم اقول اسماء بس عندنا منافس في الهند دايما كان متابع معنا كده يعني واخد تمويل كبير يعني واخد حوالي برضو 60 مليون دولار وحاول يخش مصر زعنا زيعل قوي وهو زيعل الاسباب كتير الثقافة المصرية صعبة انك تتعلم من حد تاني والليكن مثلا مدرب هندي لا مش طعف تتواصل معه بشكل سهل تاني حاجة المدفوعات الاونلاين كانت صعبة جدا عليهم ان هم يلم فلوسه زي بالدولار في مصر وكان فيه ازمة ومشكلة وفيه قيود على الدولار شوية فخرجوا من الماركتين المصري خالد بعد ما عملوا ماركتين كامبينز كتير جدا واورنس كتير جدا كل ده في الاخر جعلنا احنا بقى ولا امور عايزين عليهم برمجة مش لقين في رجل والاي سكول دخلوا السعودية وبرضه عندهم نفس الازمة في السعودية في الكالشر ثقافة لا انا مش عايز مدرب موصفات معينة عايزها بنت عايزها مدربة فاحنا مثلا في اي سكول حاجة من الميزات اللي عندنا ان احنا 54% من المدربات المدربين عندنا مدربات بنات لان بعد التحليل اكتشفنا ان الوظيفة دي اشطر حد فيها واحسن حد فيها ينفع يبقى بنت التعليم ولا الكودينج الاتنين ليه؟ هي بنت مبرمجة او مهندسة قعدة في البيت مش هتنزل تبهدل تروح مشاوير وتييجي وشغالة اولاين وبتعلم اطفال ولو قرنت في مجال التعليم ذات نفسه دايما المعلمات عندهم صبر وبيعرفوا يعلموا زي الامهات كده وبيعرفوا ايه طب تبعى الطلاب اكتر من المعلمين فتلاقي ان لأ عندنا نسبة كبيرة معلمات والمعلمة ينفع تضرب لبنت في الشرق الاوسط يعني وينفع تضرب لولد لكن العكس ممكن يبقى فيه قيود شوية ان لأ عايز مدربة بنت لبنتي فده ادنا اكسس اكتر ان احنا نعرف نخش للدول العربية بشكل اسهل فده كله كان عامل تحديات في الشركات الهندية وبناء عليه عرضوا انهم يعاملوا احواز لأي سكول اكتر من ثلاث مرات كم وكم وكم ما اقدرش اقول بس ثلاث مرات وكل مرة كونتر اعلى من التاني واحنا بنرفض ليه ان احنا الحمدلله حسينا ان احنا عملنا كل بزي ما يسموه في البزنس الهيذي ليفتنج وانا كل النقل التقيل بننا المحتوى بننا المنهج عملنا السيستم جاهزنا الطريقة اللي بتجيب بها مدربين كل اللي احنا محتاجين ده 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 ان احنا نعمل ايه نتوسع بس فلو انت بتعمل النهاردة اكس بكرة تعمل تين اكس ففرصة النموة اسهل وزف الاستحواذات عشان تقول لي الاقام انا بساعدك اوكي وهو ثلاثة انا بس بطلب منك اخر واحدة كم كان بقدرش والله اقول لك ابدا ابدا عن زين غير عن الهند ما في حد ينافس يعني في هال ماركت هنين على المنطقة لا لكن في العالم اه في شركات في امريكا في شركات في الصين بس معظمها مركزة في المناطق بتاعتها مش مركزة على المنطقة بتاعتنا على المنطقة بتاعتنا ما فيش تركيز خالص لان يعني عشان تدخل المنطقة انت محتاج زي ما بقولك فيه يعني حاجز الثقافة وفي فيه لانجوج بريرة كمان فيه حاجز اللغة اللازم تعملوه العربي فلحد دلوقتي الحمد لله احنا ما فيش منافسين ما فيش منافسين فالسوق تقول السعودية يبون 2 مليون مبرمج خطة الثراثين الامارات مليون مصر مليون مصر مليون الامارات مليون السعودية 2 احنا حاطين الخطة بدون ما حد يكون موجود بتبقى مش مش لما يكون حد موجود انه خبارك الخطة دي بتشمل مش لازم الاطفال فيه مدرات كتيرة جدا بتشتغل على السن الكبير يعني مثلا الامارات هنا في مثال يعني كانوا عاملين مبادرة المليون مبرمج عربي وديك هتعملها شركة عالمية مع الامارات عشان تدرب دي من 2018 فديه يتجهز الطلاب اللي في الجامعة وتجهز الطلاب الخريجين من الجامعة عشان يبقوا مبرمجين فانت ممكن تشتغل على السن الكبير بس انت فرصتك في السن الكبير مزاي ما فرصتك ان انت تأسس اجيال من الاول خاص انت تشوف خطأ اصلا انا انا من وجهة نظري دايما هات من روتس بتيدي من تحت خالص بتيدي من السن الصغير ده اللي هيبني معك جديد جديد لكن السن الكبير صعب انك تغير فكره هو خلاص تأسس بشكل معين اتعلم بشكل معين هو عنده توجه مش هتغير له كريده دلوقتي هو عنده كرير لكن السن الصغير عمزة استصال تعرف توجهه تعرف تعلمه بحيث ان انت تعرف توصل لاهداف الدولة اللي فعلا حقق اصد الدولة يعني عندك طالب كان صغير وهنا ماندي عندي تخرج من الجامعة مثلا وعندكم success story الحمد لله success story كتير جدا عندنا طلاب الحمد لله سفرت امريكا حصرت على منحة دراسية عندنا طلاب سفرت اليابان حصرت على منحة دراسية عندنا طلاب منحة دراسية في شو يعني مظيفة تكمل هندسة تكمل computer science دراسة في امريكا عندنا طلاب عملت كده في اليابان ux web development game development حاجات مختلفة عندنا طلاب بقت business owners فتحت e-commerce shops يعمل منصة بسيطة بيبيع عليها منتجات تيشرتات منتجات electronics وكذا شو أكبر قصة النجاح والله هي أكبر قصص نجاح عندنا فيه كذا طالب يعني ودول بقى اشتغلوا معنا في i-school يعني عندنا فيه طلاب بدأوا معنا في i-school طلاب دخلوا الجامعة اتخرجوا من الجامعة اشتغلوا معنا دلوقتي في i-school في team i-school فدي بتبقى حاجة رهيبة وأنا أصلا بتبقى صدم يعني بكل ما بقابلهم كل مرة بقولهم اتخرجت امتى يا ابنك فأنا بالنسبة لي هو كان كاتكود كده لسه صغير نوعا تحب تشوفها تقول له كبرت والله بقول له كده شعري بيضي في سابك فمشاء الله العمر بيجري بسرعة يعني انت بدأت من 2018 كفكرة وكتأسيس فعدى دلوقتي يقول 6 سنين ف6 سنين دي حد خلص فيها جامعة وتخرج وبقى يشتغل فهي التعليم كده بحيثه عامل زي الزراعة تحط بزرة وتعود جنبها وتتبسط بقى لما تشوفها كبرت كده بعدين كمجال استثمار دايما الناس تبقى تتعلم يعني بالضبط خصوصا فيها المجال وين الأسواق الـ potential هني في العالم العربي يعني انت تشوف والله لسه الخليج شايفه untabbed جدا يعني لسه فيه فرصة كبيرة جدا في الإمارات فرصة كبيرة جدا في السعودية لسه الكويت قطر بحرين عمان لسه فيه فرص كبيرة جدا تحديدا فرص على مستوى المدارس فرص على مستوى الحكومات ان احنا نعمل مدارات ونعمل شغل معهم ان شاء الله على مستوى أولا الأمور الحمد لله احنا وصل لهم موجودين online already وهما بيسجروا فيه برضو سوق مهم جدا شايفين ان احنا ان شاء الله يبقى فيه فرصة قريبة العراق يعني فيه توجه ان احنا بنعمل rebuilding للبلد وعايزين ننمي الشباب وعايزين نعلم وفيه يعني population قوي جدا هناك فان شاء الله برضو فيه فرصة كبيرة فالمنطقة العربية ذات نفسها يعني كفاية قوي ان انت تعمل فيها أرقام ضخمة عندك 100 مليون طالب من 6-18 فانت لو جت بقى من أول الشرق للغرب كده للمغرب العربي كل المنطقة دي لسه فيها فرص كبيرة قوي فاحنا فيني فضول عن سوق اليمارات شوي هل يعني ما توقع العرب الأغلب هنا يعني اليمارات يعني دولة عالمية بالضبط جنسيات كثيرة جدا جدا يعني ما توقع فيه جنسية في الكوكب الأرض يمون موجودة في اليمارات حاليا كان أخذ فيه أحصيات اللغات يعني ما أقدر العرب الأقل يمكن موجودين هنا كيف تعاملوا مع هالموضوع والله الموضوع لزيز جدا الفكرة هنا برضو فيه افتباط عائلي قوي جدا العائلات كلها عارفة بعضها وكونيكشنز قوي فإحنا عندنا في آي سكول بقى دي حاجة يعني ملاحظنا وبنان عليها بنطور في تشيرز تسهل الكلام ده على أولا الأمور وليه الأمر هنا ما بيشتركش لنفسه بيشترك لنفسه ولا دخوه ولا دخته صحابه وقريبه فبيبقى عايز طريقة أنه هو أنا اشتركت وعايز أبعط الاشتراك لحد أنا عايز أدوس آد كده ووطيف اشتراك لسبع أطفال ما شاء الله مش طفل ولا اتنين ولا تلاتة ليه؟ دايما بيشتركوا جماعات ها هنين في الإمارات في الإمارات تحديدا الإماراتيين فالأجانب طبعا لا بيشترك لوحده على طول لكن الإماراتيين لا تليموا مجموعات وعايزين يعملوا مجموعات ويشتركوا جماعات ومش عايز يبتدي لوحده عايز يبتدي حمد مع حسين محمد مع راشد كلنا بالضبط كنا عايزين يبتدي مع بعضه كمجموعة سواء خصم زي الحاجة هنم يجمعان اه اكيد طبعا خصومات طبعا رهيبة وضبط الإماراتيين لا لا طبعا حبيبنا هنزين العراق كيف عرفت أنها potential والله بقولك هي برضو سوق كده قريب من مصر شوية فيه شباب كتير فيه سن صغير كتير فيه فرص هناك لتعليم فيه كذا مبادرة تعليمية بتاعت تشتغل فيه دروقات توجه من الدولة انها عايزين نعملوا عايزين ننمي الشباب انت اللي عايز تبني دولة يبتدي من الشباب يبتدي من السن الصغير ففيه فرصة ان شاء الله هناك كبيرة قوي منه المهتم اللي يوديك هناك اه فيه كذا فرصة وكذا مؤسسة بتبقى مؤسسة مناحة عايزة تعمل برامج لقادة التنمية وقادة البناء فاحنا شغالين معهم كل الموضوع онلاين سهل بالزبط تحتاج منحة أصلا منح للطلاب عشان بتبقى توجه حكومي يعني اه يعني الحكومة دفعة اه الحكومة دفعة وكل المطلوب من الطلاب ان هم يسجلوا باستخدام الرقم القاومي مثلا او شهاد الميلاد او ايان كان عشان الدولة تفيريفاي او تتحقق ان احنا لا الطلاب دي خدت البرامج وهكذا وزي شو التحديات اللي غالبا توجهونا يوم تطلعون او شو التحديات واقتلاف النتائج التعليمية لكل دولة ولكل مؤسسة شو اسهل دولة توسعت لها اه الامراض كانت سهلة ما كانتش صعبة لان هي نظامها نوع عالمي قوي فموضوع مش مفوش رهيبة زي ما انت قلت في اجانب كتير فالموضوع كان سهل لكن مثلا تلاقي عايز تزبط حاجة ليه علاقة بلغة التواصل عايز تخليها مثلا لغة 4 فصحة مش لاجعة عمية عايز تتقات وتزبط حاجة ان انت تحاول تجيب فيري هاي ليفل انجليش توتر يتكلموا بانجليزي كويس قوي فعندنا بقى عندنا في مصر وتوسعنا بقى عندنا مدربين من لبنان عندنا مدربين من الاردن عندنا مدربين من تركيا عشان يبقى عندنا ان انت يبقى عندك نوع مدربين مختلفين حاجات تانية مثلا مع المدارس يتلاقي ان انظمة المدارس مختلفة فهنا في مصر كان نظام مدرسة بشكل معين بياخدوا ملياكم مثلا 28 حصة في السنة فلا في السعودية مثلا عندهم 24 حصة في السنة فعايزين نكاستمايز الكونتنت ان احنا نصغره شوية بحيث يبقى 24 هنعملها ازاي بحيث ان احنا نحافظ على النتيجة التعليمية وهكذا هنعمل مبادرة مثلا مع مؤسسة عايزة learning outcomes خاصة بمنهج معين عايزين نركز اوى على حتة السايبر سيكوريتي مثلا فوليكم في مصر اللي قاعدين نركز اكتر على حتة الزكاة الاصطناعية انت بتبطي تغير حاجات بناءا على التوجهات اوكي يا امط او اضغط المنهج بالزبط يا اغير الفيمين او اغير الاوتام اه بالزبط كده عزين شو اكتر شيء عليه اقبال اه والله احنا ما بنبيعش حاجة معينة ايه دي فكرة احنا بنبيع برنامج متكامل فزي ما قلت لك كل ثلاث شهور هو بيدرس حاجة مختلفة فانت ما بتروحش تختار انا عايز جيم ديفلوبمنت انا عايز برنامج اي سكول يوم جتلي عيال هايلا مهتمين بالسايبر سيكيرتي او هايلا بالأرطارس الانتلجينس شو تقصده لي الدولة ذات نفسها عندها اهداف انا عندي ارقام وانا عايز احققها عايز اعمل زي محو امية تكنولوجي في مجال معين فالدولة هنا عايزت تعمل محو امية في مجال الذكاء الاصطناعي لا الدولة هنا عايزة ترفع ترتبها في الامن السايبراني فكل دولة لها توجهية اوكي شو اصعب دولة فتحت لها اه والله كلهم تعتبر البداية بقى مصر لكن غير كده كله كان الحمدلله كويس والقواعد والقوانين وهل اشياء موضوع بسيط يعني مش معقد في مجال التعليم صعوبة في بناء المنتج زي بس مش صعوبة في البزنس بس انت كل دولة اكيد لها كريتيريا معينة بس انت واخد international accreditation يعني انت واخد accreditation من مؤسسات دولية فخلاص انت مش محتاجة تكل دولة من هالمؤسسات احنا عاملين المناك بتاعتنا على international standards في مجال computer science بيبقى لي حاجة اسمها CS k12 standards k12 دا اللي هو نظام التعليمي الاساسي من 6-11 سنة فاحنا بنيين الstandard بساعتنا فيه standard علامية كده حطاها هاربرد وم اي تي وغيرها من الجامعات ان ايه هي المناهج ايه هي learning outcomes الخاصة بكل طالب في الفئة العمرية يعني grade 1 grade 2 في الصف الاول الصف الثاني وكذا مفروض يتعلم ايه مفروض يتعلم ايه مخرجات التعلم وايه هو ال experience اللي مفروض الطالب قابل انه يتعلم يعني هل ينفع في grade 1 اعلموا حاجات في البرمجة خاصة بالاسمة طب ما هو ما تعلمش الاسمة اصلا فمحتاج اخرج مخرجات التعلم خاصة بكل فئة عمرية فاحنا عندنا كل السوابت دي كل standards دي بنينا عليها منج اي سكول استخدمنا فيها بقى latest technology استخدمنا فيها بقى الحاجات الحديثة زي AI زي البيزون زي unity وغيرها بحيث ان بقى عندنا حاجة قوية حديثة بس مبنية على ايه اساسات علمية وكل دولة اكيد لها اسعار ده حي كيف تقيسون الموضوع حلو ده very interesting point طبعا تعافني لازم ابدأ باول سؤال غير حل شو اكثر دولة تطلعون منها فلوس حاليا يعني الحجم العملة حجم العملة لسه مصر لشن مصر population كبير cash flow من يتخلك فلوس اكثر لسه مصر برضو حجم كبير جدا بس عشان العدد عشان العدد وعشان الشراكات الكبيرة الحكومية او الشراكات الكبيرة المدارس يعني لكن كاسعار عندنا فيه تسعير مختلف ليه؟ لان تسعير التدريبات او تسعير البرامج التدريبية في الدول مختلف يعني مثلا عندك فيه benchmark معين او بس انت اولاين ليش تتأثى اقول لك الطريقة بتاعة التسعير ذات نفسها مثلا في مصر انت عندك ثقافة معين او تخيل معين لشكل السعر برنامج تدريبي مفوض يكون fringe x تمام؟ لما اروح مثلا اضبط التسعير ده هنا في الامارات لو انا حطيت حولت ارو عملة بس حولت عملة بس نفس السعر هو هيبقى غريب جد على الامارات ليه؟ هتلاقي ان انت مش هتتاصق في البرنامج كم فرق بين الامارات هتلاقي رقم النص رقم النص تقريب فهتلاقي ان هو الرقم بقى غريب جد لكن لما تلاقي مثلا تدريب في i-school في الامارات بالسعر معين هتقول او انا بودي النادي بكذا بودي تدريب الكراتيب بكذا في i-school ما سمعت i-school منفروضك هي اللي تعطي بصمة الثقة وليس السعر اكيد موجودة انا بقولك لكن كسعر ما ينفعش تبعد عن سعر تاني زائد ان الخدمة ذات نفسها برضو بتختلف انت الخدمة دي خاصة بالدولة دي فعندي فريق خدمة عملة خاصة بالدولة دي عندي فريق مدربين خاص بالدولة دي فتسعرها ومصرفها برضو مختلفة فلما هو الضعف ما صارب نقول بسبب السعر لا مش الضعفة بقولك لكن التحويل لو حولتها هتلاقي ان هو الضعف لكن السعر الحقيقي هتلاقينا تقريبا احنا بنتكلم في السنة الدراسية كاملة 48 حصة في الامراض عاملة حوالي 2900 درهم ويتشز يعني الحمد لله رقم كويس جدا سنة دراسية كاملة انت في اكتر من 20 دولة الحمد لله بي تو سي بي تو سي انا وان تو وان شو الدولة اللي ما توقعت ان يعني هذا شو يابع عندي عندنا حاجات غريبة عندنا طاعة عندنا طلاب من برازيل لا بس هم عرب ومصريين عايشين في برازيل فدي مثلا عندنا طلاب من اندونيسيا مثلا عرب ومصريين عايشين هناك عندنا طلاب من من استراليا فدي اماكن غريبة متوقع عشان ووصلت لها بس لا بتوصلها عن طريق عن طريق وليه الامر بيشارك المعلومة بيشارك الخدمة ان في حاجة مميزة ممكن تعلمه لك فيها برمجة وممكن تعلمهم بالعربي فتدرب عصرين بعجب تلاقيك وصلت الاماكن غريبة كنتش بتوقعها خلص عدد خردينكم من حين ثلاثة ثمانين ألف ثلاثة ومين ألف خريجي الحمد لله خلاص داخلين على المية ألف تراغبون تراغبونهم بعدد التخرج طبعا تبنونهم برامة بنتباحهم بعد كل تخرج من سمستر وبعد كل مشروع وبنتباحهم كمان في الجرني بتاعته ماشان كابل لك عارف بقى انا عندي فيتولاب سفرت امريكا عندي فيتولاب سفرت اليابان فيتولاب اشتغلت معنا بتجن فيتولاب يعني دائما بقى مركزين معاها عشان عايزة تعمل المشاريع موانا عايزة تبدأ شركات عايزة تبدأ ستارتابس فبيكلموني مثلا عايزة نوصل لتمويل عايزة نوصل بي سيز عايزة نوصل فدائما متواصلين معاهم نحن نحن ممكن نعلم حط الأساس بس يعني بعدها لازم حد يهتم بعدها يسكون حد يهتم بهالموهبة أنا علمت ودربت لاعب ثلاثمائة سنة بعدين ما في نادي يلعب فيه يدس في البيت دحية كل شي يروح كيف تضمنون ان هذا شي يستمر بس أنا يعني في الحتة دي لها نظرية فيها كده شوية أنا مؤمن جدا بنظرية الـ رفت الفراشة كده انت دورك في مرحلة عمرية معينة لشاب صغير 12 سنة 16 سنة 15 سنة هدفك بس ان انت توجيه توديه لتجاه لكن مش هدفك ان انت تحط له طريق وقطر قطبان يمشي عليها أنا ضد فكرة القطبان يعني ضد فكرة ان انا احط للطالب خش انت هتبقى web developer full stack بتعمل واحدين ثلاثة لا على سبيل المثال تجربتي انا شخصية كنت بدرس هندسة سمعت حد من بعيد بيتكلم عن منحة في جامعة مش عارف ايه في كذا هي دي الرفرفة اللي حصلت انا خدت المعلومة عملت بحث قدمت على الجامعة حضرت الانترفيوهات وحاجات دي كلها ومش عارف ايه وتقابلت وسفرت امريكا منحة كاملة درست هناك تفكيرت غير خالص رجعت مصر عايز ابدأ شركة مش عايز اشتغل في الشركة فهل حد حطيني على طريق حد رفر شلي خلاك شلي خلاك تقول احنا عشان لا يطير السؤال مني شلي خلاك تقول ما بقى اشتغل ابقى افتح الفرصة اللي شفتها فرصة كبيرة جدا ما فيش حد بيعملها كل حد النهاردة زي ما بتقول فيه منافسين طور ما فيش فنفس الفكرة مع الطلاب الحمد لله يعني اكتر حاجة بتخلي الواحد كده يعني راضي كده عن اللي هو بيعمله يلاقي وليه امر عشان دلوقتي الحمد لله عندنا زي ما بتقول 3-8000 خريج فأنا معرفش كل وليه امر بشخص فهي حد جاب رقمي اتصل بي يقول لي شو انت سجويش معايا يقول لي ربنا يبارك لك ربنا يكرمك الحمد لله ايه بني حصل على كذا كذا سافر كذا اشتغل في كذا بقنا سنين فو بدأ معاكم من سنة كذا فربنا يبارك لك دي شكرا خلاص انا كده مليت طقتي وشحنت طقتي لمدة سنيني يعني خلاص مش بحتاج حاجة تاني ففكرة انت بس ترفرف جنب حد تديله النصيحة تديله الاتجاه وهو هيشتغل وانت بردو تنمي في حتة انه اعتمد عن نفسك خد بالك في اي سكول احنا بنركز ايه على الطالب انه هو يبقى يعني اندبندنت انت عندك سكيلز تعلمتها سرش بقى طور طور نفسك خد بالك اي سكول مش هي لاتعلم وتشغل الجامعة مش هي لاتعلم وتشغل المدرسة مش هي لاتعلم وتشغل البلد مش هي لاتعلم وتشغل انت لازم تقوم بادر من نفسك تطور على الحاجة طور من نفسك بس يعني أحس تحتاج شوي على أقل يعني طوب تن أو طوب هن من الدفعة يتكون لك علاقات مع ناس ده أكيد موجود وقولك معظمه مكام بيقدمه ويشتغله معانا دلوقتي في أي سكول لكن في العموم كمجلم كفكر كمينتاليتي لازم الطالب هو بيشوق طريقه بنفسه وبيشوف هو عايز مش لازم يكون عايز يشتغل في بلده ممكن يكون عايز السافر ممكن يكون عايز يبدأ بيزنس ممكن يكون عايز يبقى فريلانسر ممكن كل واحد عنده حرية بتاعت الاختيار وفي الزمن ده بقت أكتر الاعتمادية على الفرض والاعتمادية على النفس بقت أكتر زمان من 30 سنة ولا حاجة كان الشخص يتخرج بيتوظف بيجي له الجواب بيروح يشتغل في حتة الفلانية ده دلوقتي خلاص دلوقتي الجيل الجديد أصلا يعني أنا بتعامل بقى كتير مع الجين زي جيل الجديد هو مش عايز ده مش عايز الكوربريت وورك مش عايز يشتغل في شركات عملاقة هو مش عايز سياسة معينة تشغله مش عايز يروحي الشركة كل يوم عايز حاجة فليكس عايز حاجة مختلفة عايز يبدأ هو حاجة خاصة بي عايز يبدأ حاجة خاصة مع أصحابه عايز يشتغل في شركة شايفة أن هي بتحقق له أهدافه بتحقق له الرؤية بتاعته عايز يسيب بصمة مش عايز يشتغله خلاص جيل تفكيره مختلف قوي بسبب أنه بقى منفتح على السوشيال ميديا فشايفني دي أكتر حاجة حلوة أنك تتعلمه وتسيب هو يختار الحكومات وعية بهمية المبرمجين عنه جدا جدا انت شايف الرايزينج بتاع AI وAI قديه بقى هوت توبيك حاجة يعني ناس يعلم كله بيتكلم عنها وقديه فيها استثمارات وفيها أرقام كتيرة والنكست اويل في الداتا وفي الأرقام وفي الAI فكل المؤسسات والدول مركزة جدا على نحن نعلم برمجة عندك الإمارات عايزة تبقى هي رقم واحد في العالم كله في مجال الAI عندك مصر مركزة جدا انها عايزة تبقى عندها مبرمجين السردان مركزة جدا انها عندها تحول رقم من مبرمجين فحيطة صناعة الصوفتوير دي بقت صناعة قوية جدا بتصدر بملايين ملايين ممكن مليارات كمان للدول بالعملة الصعبة فبقت لا في استثمار مهم جدا في الكوادر بتاعتك انك بعندك كوادر قوية في الصوفتوير بزا كلها رقم موجودة بس هل كوادر موجودة والله الحمد لله موجودة انت لو مثلا بصيت في المنطقة على مصر هتلاقي ان مصر من اكتر الدول في المنطقة اللي بيحصل فيها outsourcing واندي سير كتير جدا مصريين بيشتغلوا لشركات امريكية بيشتغلوا لشركات اوروبية بيشتغلوا لشركات خالجية فحتلاقي مثلا ان برضو في الامارات شركات كتيرة جدا دولية تيجي تفتح مقر اقليمي هنا وتستثمر هنا عندك اخر حاجة كان استثمار مايكروسوفت في شركة الايها والاماراتية بقى اكتر من مليار دولار رقم كبير جدا فجي تونتي فور جي فورتيتو جي فورتيتو اه جي فورتيتو فرقم ضخم طب ليه بيستثمر الكلام ده عشان فيه opportunity كبيرة جدا فيه استثمار كبير جدا فيه تطوء سريع فيه شركات بقت قوية عندك شركة بدأت من هنا برضو زي كريم شركة تكنولوجية نشأة بدأت في الامارات تم الاستحواز عليها من شركة تكنولوجية تانية بتعمل حاجة مشابهة زي اوبر ليه فانت عشان عندك كوادر وعندك شركة قدرت تحقق وقدرت تستحوذي على السوق فقدرت انها تزنق المنافس لدرجة ان هو مضطر يشتريها وزي اللي كان بيحصل معنا شركة هندية عايزة تخش مش عارفة عندها قيود عندها شروط فتعال اشتري الشركة دي تبقى هي الزراع بتاعي فدايما ده بيحصل للحين ما بتقول كم عربة لسه شوية بس الكوادر يعني عنا عدد كافي في العالم العربي هي دي مشكلة العدد مش كافي محتاجين نقطر العدد محتاجين نعلم ناس اكتر محتاجين نوعي ناس اكتر بحيث نقدر نعمل التحول ده احنا اصلا متأخرين في التحول في العالم في ناس سباقيتنا كتير جدا في التحول الرقمي في التكنولوجيا وفي الرقمانة فاحنا محتاجين نبقى جاهزين لده ومحتاجين كمان نجاهز الأجيال لده لأن الأجيال الجديدة هي اللي تتأسس على كلام ده كله فازاي انت تبقى مجاهز للأجيال الجديدة وعامل البرامج بحيث انت تطلع الليدرز بقى مش مجرد بس تتحصلهم انت عايز تزبقهم فازاي هتزبق يبتدي من الجيل من الأول خلص منه ماسك المقدمة عالميا يعني شركات الأمريكية طبعا عندك أكبر رقم واحد أمريكا رقم اثنين الصين من المبرمجين مبرمجين في العالم كله شركات تكنولوجية تيك جاينتز تيك يعني كامبانيز تيك ستيرتابز كلها يا أمريكا رقم اثنين الصين فإنك بقى تزهر في الخريطة دي محتاجة شغل وستثمار ورؤية طويلة شو نحتاج؟ يعني كم عدد من كوادر البشرية أو هل نحتاج نغير منظومات والله أنا شايف أن الرقام المليونية دي محتاجينها إحنا محتاجين ملايين من المبرمجين محتاجين ملايين من رواد الأعمال مش برضو بخبرك مش برمجة بس برمجة وآخرة البرمجة في الآخر أنت عايز الناس دي تفتح شركات كل ما تفتح شركات أكتر كل ما تخلق فرص عمل أكتر كل ما هتنمي لإقتصاد أكتر لأن الاقتصاد عام زي العمارة أو عام زي المبنى أنت لو عملت بنية على أربع أساسات بس مثلا أربع شركات ضخمة جدا لو واحدة فيهم وقعت فمرة وقعت لكن أنا لو عملت شركات كتيرة جدا هي دي اللي قايمة عليها الاقتصاد واحدة وقعت مش مشكلة عشرة وقعة مش مشكلة فيه اقتصاد كبير جدا متشاعب باني المكان ده كل ليش مبياسين يفتحون شركات هل ما في دعم يعني كان في هالمجال مسبقا مجال تكنولوجيا مجال الستارتوب أو التك ستارتوب فيه فرصة كبيرة جدا أنك تبدأ شركات تكنولوجية لأن إحنا عندنا هنا في المنطقة فيه خدمات كتيرة جدا لسه ما تحولتش تبقى رقمية خدمات كتيرة جدا لسه فيها مشاكل طول ما انت في منطقة يعتبر لسه فيها فرصة أن انت تطور تعمل حاجة جديدة تعمل خدمة أسهل تعمل خدمة أفضل أسرع فده انت معناه أنك ممكن تعمل خدمة تعتمد على التكنولوجيا خدمة بتكبر بسرعة خدمة ممكن تبقى أوفر خدمة ممكن تبقى لكجوري أكتر باستخدام التكنولوجيا فكل دي فرص فأنت عندك في الشرق الأوسط وأفريقيا كمان مش شرق الأوسط بس تقدر تعمل استثمرات وفرص كبيرة لسه ما حصلتش وممكن حتى ما تتعبش فيها تمكن تكرر نموذج ناجح تمكن تجيب نموذج ناجح من أمريكا نموذج ناجح من البرازيل نموذج ناجح من لندن من إنجلترا تجيب النماذج الناجحة دي كشركات وتعمل لها تعريب أو تعمل لها تخليق ريبة مننا واتطبقها زي مين زي مثلا شركات التوصيل شركات الديليفري كلها بدأت برة اتعمل هنا بقى طلباته وغيره 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 توصيل الأكل نفس فكرة كريم برضه شفنا شركات برة زي أوبر وغيرها بتعمل توصيل عربيات وتعمل وكل الكلام ده كله تعالوا نعمل واحدة في المنطقة العربية بالطابع العربي بتاعنا هتكبر وتنتشر من غير ما تتعب طيب في المثال بتاعنا احنا في اي سكول شفنا هنا في اليابان بيتعلموا برمجة وشفنا في امريكا بيتعلموا برمجة فيه انظمة تعالوا نعمل حاجة عندنا ونكبر بيها فلاقينا ان احنا الحمدلله كبرنا ونفس الطريقة فيه حد تاني يبعايز يدخل مكانك ويستحوزك فالمثال ده بقى ممكن يتكرر على مليون فكرة ومليون بيزنس ومليون تكنولوجي فشباب كتير لازم هو يبدأ كتير ما في شي في بالك بعد اي سكول والله الافكار كتير جدا وكلها بتتحطف الدرج لان انا مؤمن جدا بفكرة والدابل داون فشوف ناس كتير بتبدأ يقولك انت عندك اي سكول بس او انت عندك كم شركة بتعمل كم شركة ودخيل دايما رجل العمال او رائد العمال عنده 15-20 شركة هو ده كده لا خالص يعني شوف كل الخارقة الحقيقة هتلاقي ان هو قعد فترة طويلة مركز في حاجة واحدة بس لحد ما الحاجة دي اخترقت اي حاجز وكبرت بشكل خرافي وبعد كده عمل حاجات تانية هتلاقي امازون قعد سنين مركز بعمل حاجة واحدة بس بيبيع كتب بس بعد كده بقى يبيع اي حاجة تتخيلها هتلاقي مثلا الون موسك قعد سنين مركز في البيمنت جيتوي بتاعته كان اسمها اكس دوت كوم لحد ما بحها وعمل بيبل يعني بيبل اشتريها وبقى عنده فلوس كتير جدا نعمل شركات كتير جدا ناس كتير يقول لك انه موسك في سبيس اكس وفي تيسلا وي 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 ده دلوقتي في الاول كانت هي شركة واحدة بس فهتلاقي كل الناس في البداية شركة واحدة بس فركز قوي انك تبني شركة واحدة بس توصل الماكسيمم بتاعها بعد كده بقى قرر يعمل حاجات تانية لان حتى الوقت ذات نفسه بيبقى اغلى يعني ايه يعني يعني احنا مثلا في اي سكول الساعة اللي انا احطها زيادة في اي سكول العائد بتاعها عشر اضاف الساعة اللي انا احطها زيادة في شركة جديدة لسه ممكن يكون من غير عائده اصلا لسه زيره في شركة هتبتدي من الاول فان انا حط كل وقت في الحاجة اللي بتكبر اسرع ده افضل ان بعدك ما وصلت للمرحلة ان انت ساتوريت بل الزب مش ساتوريت ما اجابتش اخرها في تحديات بخصوص هالموديل لان في دول ما عندها انترنت صح الى الان او الاكسس وانها ضعيف عشان كده الدول دي احنا مش بنستهدفها مش رايح لله دلوقتي حتى البرمجة هتوقع والفيدز شوي شوي لان في مشين ليرلينج مشين ليرلينج بص يعني واحدة واحدة يعني مش وظيفة تنتهي بالشكل اللي احنا متخيلين وده برضو مختلف انت بتعلم الطلاب تكنولوجي اي ان كان مش برمجة بس بتعلمها تكنولوجي بتعلمها استخدام زكاء اصطناعي ده هيفضل موجود وهيفضل علم لحد النهارة انت دلوقتي لما دخلت القلة الحزبة لغيت الماث لغيت الراديات ما لغيت هاش علم أساسي هتتأسس عليه ما تستخدم القلة الحزبة انك تسرع طريقة الانتاج لكن نفس الفكرة في البرمجة ده تقلب فيها بعدها استخدم ايه ايه مش مشكلة فهي العلم نفسه مش هندسر كلمة واحدة للشباب الله يعني ركزوا ربنا وفقكم يعني حتة ان انت تركز في حاجة دي في الزمن احنا فيه دي صعب قوي يعني اغلى عملة واغلى عنصر عندك في حياتك دلوقتي هو التركيز الوقت بي تخطف السوشال ميديا بتخطفه اي حاجة حواليك مشاتتات كتيرة جدا انا كنت ممكن ادور بالساعات عشان الاقي معلومة واحدة في منتدم استخبي كده في الصفحة رقم 20 ولا حاجة دلوقتي المعلومات والاوبشنز بيات كتير فما تحاولش تشتت نفسك حاول تركز في حاجة واحدة بس اعملها صحة قوي اعملها ألف مرة اعملها مليون مرة لحد ما تبقى احسن حد فيها وهتلاقي ان انت بعد كده اي حاجة بنسبة لك تبقى سهل فكرة انت بس تبني في الشخصية بتاعتك السبات والاستمرار وانك تكمل وانك ما تزهقش وانك تفضل تعيد فترة طويلة لحد ما تتقن الحاجة دي كويس قوي هتلاقي انت الشخصية تعرف تعمل اي حاجة بما اننا جلنا كلمة للشباب بنقول لحبايا بجلبك المبارمجين كلمتين عطهم نصيح المبارمجين اول ما تقلقوش خالص من الهايف ده والحاجات دي مطلوب جدا وفيه نقطة مهمة طول ما العميل مش عارف هو عايز هو محتاجك لان العميل في الاخر هو حقيقي هو لو كان عارف يوصل المعلومة ليك انت من الاول كان هيعرف يوصل المعلومة ليه العميل بيتعب وانت بتتعب معه عشان تفهمه وتفهم منه التفاصيل بتاعة البروجيكت والمشروع بتاعك وهتعمل ايه وازاي وي وي فالهيومن انتراكشن ده هيفضل موجود حتى لو كان اللي بيعمل الوظيفة دي عشرين مبرمج وبعد كده هيعملها خمسة عشان الخمسة ينتجوا اكتر استيل الوظيفة دي ده الموجودة بس الانتاجية تبقى اعلى زي ما كان الناس والمصانع بننتج مثلا الف حتة في الشهر بننتج عشرين الف حتة ومية الف حتة في الشهر بس لسه بننتج نفس الحاجة فهي دي الفكرة فما تيلاقوش خالص شكرا ده زيلا شغفنا عبي ربنا خليك شغفنا اشتركوا في القناة